15 ثانية تبقى لك يا بومبيتش تبقى لك يا بومبيتش شباب 15 ثانية مات انتهي شباب 3 دقائق مات انتهي يعني فعلا وقت واحد ببدأ من بداية شباب ببقى جدا صعب طالوا شباب بمعت انتهي ثانية خالصة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشباب شلونك الله وكو عفو وكو محمد من قناة عزام مع فلاش براف فيديو جديد وحالة جديدة وبعد انقطاع اسبوبك كامل مجموعةكم يا شباب منتابع مسلسلتنا البومبيتش وزمنا الستتاب الجديد عفوا انضربنا المايك زمنا الستتاب الجديد ان شاء الله يوم السبت اول احد سينزل فيديو على الستتاب الجديد شباب فيديو ديكون جدا الخرافين انتظروا ومنتابع ما بعد مسلسلتنا مجموعةكم طبعا يا شباب في بعض الاشخاص سألتني يا عزام لماذا تستمر في البومبيتش اذا لم عليها دعم ممنيح طبعا السؤال لازم اجواب عليه عندي هالخمس تلاف او عش تلاف المتابع الاكيد عن البومبيتش بشأن انا انا انزل البومبيتش لاحدة يجي يقولي بالتعليقات لماذا تنزل البومبيتش اذا لم اعجل لك مشاهدات او لم اعجل لك دعم مثل هذا يا شباب انا نتابع معكم هذه السلسلة ان شاء الله ارجع انا نزل 400 فيديو ثانية عن البومبيتش كيف تعملون النقطة بس مش هالأصخر شيء فريزيلك شباب بعد ازنكم هالاشخاص انتو عبتعبو السلسلة البومبيتش انتو عش تلاف شخص بس بتمنى شباب يعني كل فيديو بنزل لها السلسلة البومبيتش يوصل الى 1500 لايك او الفل لايك يعني بعد ازنكم يعني عملوا لايك لها السلسلة البومبيتش هنتابع معنا وانا مستمر معكم بإذن الله تعالى وبه النصايح ومشاء الله بتستفيدوه يعني كل فيديو بنزله ما بنزله على الفوضي والله بس اعتاركم فيديو لا كل فيديو اللي تكون فيه نصيحة ويكون فيه يعني شيء تستفيدوا منه وتطلعوا فيديو انتو مستفيدين فاليوم يا شباب اليوم معنا اكبر الاخطاء اللي بترتكبوها اللاعبين هن بترقية اه الرقيبة بريك وعنها ايفر سبارك شباب واكبر خطأ ترقيون لا ترقيون مو من ناحية المستوى انك تحدثون يعني هالله شباب هذا شرح جدا مهم يعني بتحمس عليك تي انها طالوا شباب انها ترقيون شباب مستوى يعني سوية مكسة سوية 22 رقيبة بريك ما في مشكلة بس الميزات لا تحدثهم الميزات ليه ان شاء الله بقل اكش تحدث بعدين هانت ما كونش في شباب اول شي بطلعنا رقيبة بريك طالوا شباب معي 28 قطعة اه عملة مع عملة العبطال 28 قطعة معي ما انا محدث شي ولا دا حدث شي بس كل ما هنالك اوام المعدة كانت جوزة حدثة اثنين ثلاثة بس ما انا محدثة بس وحتى ايفر سبارك ما انا محدثة لو طلعوا ثلاثة حدثة ايفر سبارك ايفر سبارك فاشلي افشل بطل هي ايفر سبارك بس ناجحة بحال واحد عمليات حربية اذا انت عمل عمليات حربية او شي انا بستعملها بس هي عمليات حربية هي وكمان اه اه رقيبة بريك باد بس عندك كافان وبوليت هدو الاكواشي بما انه بما انه ما بطلع لك بوليت لاخر الشي فان احنا مستعيم كافان شباب ميزات كافان جدا خرافية الشباب خصوصي روح الجديدة شباب روح الجديدة لكافان هي من اقوى الميزات لحد الانزة بومبيتش بالنسبة للمستويات العادية ركزه شباب شعب بحكي هي ميزة شباب الروح الجديدة ماكس بورا هذا بما انه اذا انت مبتدئ وعندها قريبة بريك ومحتاج تحدث دير لبالك شباب تحدث تشغل الميزات دير بالك ادارة حديدية او تحدث القناة العنقودية دير بالك ابدا متروح قطعك عالفاضي وما لا استخدمون عالفاضي شباب هالميزتين هدولي دير بالك ما لا استفيد منها بس انه هون اوام المعركة تحدث اثنين ثلاثة ووفر عندك قطع عمليات الابطال ووفرة ووفرة بس بس طب مجرد ما يطلع لك كيفان حدثه مرة واثين وثلاثة بعد نفتع لك روح الجديدة حاول تحدث روح الجديدة لالماكس كما تحدث روح الجديدة بتاعك ترفع كيفان حاول ترفع كيفان روح الجديدة هدول اهم شي شباب يعني حتى عنكم هون شباب المخلوقات الكريستالية وعنكم هون الدرع الكريستالي شباب ما مهمك هذا هذا ما في ماكس 0 لا تحدثهم ولا تحديث وعاوية تحط عليهم 8 قطع فلذلك شباب نحنى بانه اليوم مبتدئين متابعين معكم السلسة البداية هي السلسة اللي وصلنا لحلقة السادسة جينا اليوم على الحلقة هاي والحلقة قلت لكم انا شباب جدا متحمس له انه على الاخطاء يعني بيجي لاعب بسان بحدث 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 بالاخير ايه اجعى كيفان ما بايحسين نحدث كيفان اجعى بوليت ما ضع عنده قطع ايه لا شباب نحنى من انه بدينا حساب جديد فلذلك شباب منحاول القطعا عننا يعني ما نستغلهم يعني اعفوا ما نصرفهم نستغلهم اكتر نستغلهم نستغلهم بلا خيء بيجي عنا كافان منحسن نروح الجديدة بس روح الجديدة بس بحادث الماكس بعدين بعدين بصير ليفنا 48-50 بطلعنا بوليت هذا قوات نجع ميزاته في عنا الميزة بس وحدة يا شباب هي والله شباب ننسيته يعني عنا هون الميزات شباب هون بتعلق سيطا عنا هون طاقة مشروب الطاقة ايا شباب مشروب الطاقة وعنا الاستفزاز هكم زكرتم مشروب الطاقة والاستفزاز يعني ما وعنا فتحت حسابي اذا لا يسمى مشروب الطاقة شباب والاستفزاز هذا معهم ميزتين والاهم على ميزتين هكذا رايما عادي وعندي بحسابي الكبير بحسابي الماس عندي رايما شيما ندري رايما ان شباب رقيبه بريكو ماتحد Institute of month رايما تحدث فيها الا اوامر معركة واطفرة الجديدة الميزة مااحن وidanون volverought new reflect of metric any avoir说 صفر ما تحدث فيها شيء صفر ما تحدث فيها شيء شباب أبداً ما تحدث فيها شيء استخدمه استخدام الدبابات استخدام المخلوقات المخلوقات بس وبيجعلنا البطل الأبطال الوحش الخارق اللي كل هاتنا من انتظره وكل هاتنا من استخدمه وهو مدمر اللي ما تدمر شباب أنا بالنسبة لي ومنسبة لي أكتر اللعبين هو الميزة استفزاز وعنها مشروب طاقة شباب دول أهم الشيء فلذلك شباب حاولوا شاركووا الفيديو الأول للأصدقائكم في مجموعاتها الحقيقية أنهم مقاعدين من مساعدين من الاسائي في توازن بالارض مت ما كيفين شفاء الله هنا. سوينا توازن شوية بالارض طورنا المدفع على الأربع. هنا كمان المدفع على ثلاثة. اهم شئ لكم شبابة عندي مخازن مخزن سريسة عندي خمسة. هدول طورت شبابة عند الستة هلا نطور ان شاء الله على السبعة. عندنا هون شباب طلوا ليش على الأبطال. عندنا يعني هون الجنود. عندنا المحاربة صغرات خمسة. يعني ممتاز شباب بالنسبة لليفلي. وعنا مفطول عضلة وصائر ستة شباب يعني الله حاليا محارب مرة اطوره الله حاليا بعدين يقولوا الليش متوكوشوفي شباب سد النار يعني يا واحد ليس ا شباب عنني هون مصنع لازم يكون ستة اذا سوي انا خمسة لازم يكون ستة شباب لازم سوي الطيب ليش ما ما قطيت احديث مقاطي تحديث هو لازم يكون ستة وعندنا هذا سوي شباب المحجرة المحجر يعني تبا لك سويته عنا هون شباب كمان اللازم نسويه كنه سبعة بس على بس طور قاعدة سبب لازم سوي سبعة يعني ما تقول شيف شباب عمت كان عندي خشب ليش شباب عندي خشب لانه اتلكم بقوة بازما تبع الفيديوهات القابلة اتتبعها وتلكم هدول لازم او شي نحدثهم وعندنا الرادار واتلكم شباب عنا هون كمان مخازن كلها تعريبا ماكس تعريبا المخازن عنه هون شباب هذا كمان لازم المغزى نحدثه بس نطور القاعدة اكيد تكون شايفينه نزل التماثير وحاليا هون عب اخد اذا ما تبع الفيديوهات الابلترول شباب بشرط معك كريستالات بالنسبة لمستوي كريستالاتي كويسة طيب شباب هالله ما نشوف اش فيه عنه هون فيه عنه هون نعملنا هجمه شباب هجمه وحده ما منحسن اكتر اكتر من هجمه اصلا ما منحسن نساوي شباب هذا دائما محطولك هذا هون عفوا ليش انا متعود شباب والله العادي هاي شباب متعود شباب بحساب الكبير فعلا عاطي هجوم بدون ما طلع عشي ابدا نعطيه نكشف نعطيه كشف لان نشوفه عنه لما نتوصل او ناط عليها جبار نطلع عنده هدو ما بصله عشي طاول طيب والله هون في عنا طيب مع الشباب قلنا عمنا هجمه وحده اصلا هجمه وحده من ساوي يعني احنا ما ما نفكر فيه لحتى يطلعنا اه الدبابات تحت يطلعون يفتحونا الدبابات الله ما شوف طلو شباب الله شوف شباب استراتيجي انه نهجم فيها نجي لهون نعمله شوك نعطيه تسريب معلش نعمشان اذا فكر يضرب شي شباب اخصرنا شي شباب ما اخصرنا شي ولا بنا نخصر لا الا اذا وصل عنا القناص وصل عنا القناص شباب لا وصل القناص ولا وصل مدفع ولا وصل شي واو هجمه حلوه شباب طبعا فيه استراتيجيه شباب اتخذنا استراتيجيه جدا حلوه انه النطاق الراجمه كان له محل معين ان تخرج على النص دخلنا عليها ودخلنا طبعا الحكي موجه الاشخاص اللي اه جديدين على البومبيتش الاشخاص اللي ما جديدين على البومبيتش اكيد بيعرفوه انتبه تعالون شباب الله عالم شباب ما تبقى النصة طبعا شباب طلبوا عندي كل ماكس طبعا ماكس ماكس حصيران لي kazakaf effet طبعا ماكس لي اذا انا محضرين من ذلك 18 الف حجار بس طيب واو و ها راجمه شباب جدا صعبه لا يوجد هذا نهجم عليها نحن ناجم عليها لييموتوا لما تبقى ها باي نوجد هذا نجد كل من يجد هذا نجد لان اذا يضرب الراجمه او نتوقع التوقع ثم يزبنا للشق كثير طلبوا شباب نعطي هون هيك يلا شباب يلا 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 شوك تانية تسريع خطيرة 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 قديم تم سحة صحة سحة سحة سريع سريع اخذناها ما اخذناها والله صعب يا شباب يعني الجنود لدي طويل الي فلعا يا عزبلاء وهاد منطرف الثاني في راجمة ليس نجمار ندمي الراجمة يا شباب الجباري من ندمي الراجمة واو شباب منزل هذه الثنين زوكا عرفو مليون منزل هذه الثنين زوكا عرفو مليون طيب حلو ضربية السلام اخدناها شبابا صلى الله ناودة يعني طولة على البطية بس اخدناها صعبة بس اخدناها شباب ما كنت شايفين طبعا شباب لازم كنا ندخل من هون نحن بس لاني كان فيه الراجمة هالله بما انه كان فيه الراجمة هون محسن ندخل من هون لو ما الراجمة كنا هجمنا من هون. تسللنا شباب واخدناها على الارض. بس فيه راجمة ما هون فيه شي شي نحسن ناخده اعرفو قربنا كتير على الفيس كام قربنا كتير على الفيس كام لا شباب ما في شي نحسن ناخده دكتور اتنين شباب نعم شباب بحساب الكبير بحساب الكبير طبعا ماكس بنهجب على الساعة بعو انا مغمض عيني بكون عبشتبع غيشة و بلعب غيشة هلهم بدنا ناخده طيب شباب انا مشاميتوا الفيديو اكتر من هيك شمعتوا الفيديو اكتب من هيك. شباب انتظرونا ان شاء الله بسلاسل قادمة بإذن الله. وتلكم شباب انتظروا الفيديو الستتب الجديد رح نزلوا ان شاء الله بعد يومين. طبعا بعد غياب اسبوع حبيت تكون اول فيديو للبوم بيش. طبعا هلا مجهز فيديوهات على المينكرافت. مجهز فيديوهات على الباب جي ما شفت عنا عدد كتير كبير ناس تلعب باب جي. ان شاء الله نجهز فيديوهات عليها. طبعا ده سوي اه. مثل مجموعة على المسنجر مشان لعبة الباب جي شباب. ان شاء الله بننزل فيديوهات جدا حول الباب جي ان لعبة الباب جي احسن لعبة فورتنايت لعيتها. لعبة فورتنايت شباب لعبة جدا صعبة. بننزل فيديوهات عليها بس ما بعرف ايمات. هلا حاليا للخمس تالاف او العش تالاف شخص لعب اللعب ومش تساتهم حاليا. وننزل لهم فيديو علىها. مجتمع معكم ان شاء الله بها السلسلة. تبا لكم شباب قواهي في خلاص الوقت وما ينبراس الناوضة على الارض هاي. مجتمع معكم شباب بها السلسلة هاي بإذن الله تعالى. بس بدأ نزل فيديوهات تانية اطلقها شباب يعني القناة صغيرة ما عب تكبر. قناة ما عب تكبر ازا اضل على البومبيتش. البومبيتش ما اخش اضل مستمر عليها. بس اضل مستمر عليها بس للمتابعين عندي. تبا لكم هل ممكن شباب تنتهي الارض. تنتهي الارض ما تنتهيه. الله مشوف مع بعض. 15 ثانية تبا لك ابو مبيتش. تبا لك ابو مبيتش شباب 15 ثانية ما تنتهيه. شباب ثلاث دائما تنتهيه. يعني فعلا واطواح ببدا من بداية شباب ببقى جدا صعبه. طالو شباب بعد ما تنتهيه. صغيرة خالصة. أكل حتى شباب هذا كل مؤمنه لك على الفيديو. اهميش لسلسوا لنا من لايك. من دعاكم جميل. اراكم و اكتراحكم ان شاء الله براها بتحليقاتكم. وعقول محمد تعبق ونازل ما فيها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.